دستور قطر بين الاعدام والعفو المؤقت له رجعت قطر تطبق عقوبة الاعدام وله الدستور القطري اوقف حكم الاعدام لمدة عشرين سنة كتير من الناس ما تعرفش له القاضي بيكسر سنة المه بعد اصدر حكم الاعدام في مشهد وقعي جسدته السينما على مدار سنين بيظهر فيه المتهم ببضل حمرة وهو بيسمع خطوة عسكرية سبتة وعيون نحية باب بيتفتح قبل الفجر والدور الكاميرا بينا لمدة ثواني علشان نلاقي نفسنا مع المتهم قدام حبل معقود وشنب عشماوي بالطريقة دي وصق كتير من المخرجين لحظة الموت شنقا او راميا بالرصاص لكن بتختلف اجراءات تنفيذ حكم الاعدام في كتير من الدول عن سيناريوهات الافلام المصرية وفي قطر الامر يختلف تماما له قطر اوقفت حكم الاعدام لمدة عشرين سنة واهدر منظمات العفو الانسانية المدنية في التأثير على قوانين بعض الدول وتغيير قانون العقوبات فيها وهل عقوبة الاعدام اختفت فعلا في الضوحة وايه بديل الاعدام في القانون القطري لازم تعرف يا عزيزي المشاهد ان قطر بتشوف ان حياة الانسان حق مقدس ولا يمكن التعدي عليها لاي سبب من الاسباب وده نابع من ثقافة الدولة نفسها تبوه في حالة حصلت حاجة تستدعي الاعدام بيطرى بيعملوا ايه اكيد مش بيروحوا يقولوا للمجرم عيب يا حمادة كده كخ لا بيتم استبدال الحكم بعقوبة استجن المدة لا تقل عن 15 سنة الا في حالة الخيانة العظمى او كل ما يهدد الامن الداخلي والخارجي للبلاد ولعلمك ما تمش تنفيذ حكم اعدام في قطر من سنة 2000 ده غير ان تنفيذ حكم الاعدام لا يتم الا بامر من امير البلاد ويمنح القانون القطري للامير صلاحية العفو عن المحكوم عليه بالاعدام في حالة انه شايف ان العفو اولى اما استدت الحامل فحكم الاعدام بيتأجل لحد ما تولد وطول فترة الرضاعة يعني لمدة سنتين بالزبط وبعدها لا يطبق عليها الاعدام وبيبقى الحبس المؤبد هو البديل لكن ليه بيتم استبدال الاعدام بالحبس المؤبد الاجابة بسيطة جدا ان قرار الاعدام لازم توفق علي هيئة المحكمة باجمع الاراء وفي حالة ان واحد من القضاء رفض اقرار حكم الاعدام على المتهم يتحول الحكم للسجن مدة لتقل عن 15 سنة وبيبقى كده من حظ المحكم عليه وهنا بيدور في راسك سؤال هل القانون ده بيطبق على القطريين بس ولا على الجنسيات المقيمة في قطر كلها هقولك ان منظمة العفو الدولية حاولت تلعب دور حمامة السلام داخل قطر لوقف اعدام رجل نبالي في مايو عشرين اتنين وعشرين لكن حكم الاعدام اتنفذ لان اسرة الضحية رفضت العفو او قبول الدية وبكده تكون قطر استأنفت تنفيذ حكم الاعدام مرة تانية بعد توقف دام عشرين سنة كاملة اما عن السبب وراء قصر القاضي سنة ألم بعد اصدار حكم الاعدام فالسبب هو تقليد رمزي بيقوم به الكضاء تعبرا منهم عن نهاية حياة المتهم وخروج الروح من جسده بلا عودة وكمان تأكيد علاقة على اي امل للمتهم في النجاة وتعبير عن الحزن اللي بيشعر به القاضي وكأنه بكسر سنة ألم بيسكت زنب وزر هذا المتهم من على كتفه يمكن يكون الاعدام نهاية حياة لكن في نفس الوقت هو قصص مشروع بي بيتم حقن دماء كتير وتنفيذ للعدالة وإن كان في أقصى صورها